الدرس التاني او الشكل التاني في لعبة الاقدار هي اصابة محمد الشناوي ليه انا بقول لكم بقى انه اصابة محمد الشناوي دي لعبة اقدار كمان فيها درس مهد ماوي لحد قبل المطش مبارح شفتوا الدنيا كتعاملة زي على صلاح خاين وعميل وحيهرب وحيسيب المنتخب وحيعمل مش عارف ايه وما فيش حد في الدنيا ما فيش حد في الدنيا من كبات الفرقة يتصاب فيخلع وروح يتعالج في بلد تانية الدنيا كلها كانت هيجا على صلاح بالشكل ده وانا ببارح قبل المطش وقبل ما عرفتنا احنا نتقاهل ارجعوا لليوتيوب دفعت عن صلاح وقلت عادي ان ده يحصل وطبيع ان ناخد افضل رعاية ده ابننا لما انت حد من اهلك يتعالج او يتصاب حتوديه مستشفى من مصريين ولا حتدوره على مستشفى من احسن المستشفيات عشان تضمن انه ياخد احسن علاج لو تقدر فصلاح يقدر وليفربول يقدر فاحنا عايزين افضل علاج لصلاح اكيد مش في كون دفور الاجهزة ولا الدكاترة ولا كذا في كون دفور مع كل احترام ليهم بزي اكيد انجلترا وليفربول فاحنا عايزين افضل علاج لصلاح احنا وليفربول لان هو اهتمام سنائي هو مصري قبل كل شيء ويلاعب في نادي ليفربول بعد كده فالدنيا هاجد جدا على صلاح والتهم بالخيانة والعمالة والهروب والخلعان يقوم يشاء السميع العليم انه واحد من كباتن المنتخب وركيزة اساسية يتصاب في كورة انا معارش هو تصاب من ايه يعني انا مش عارف الحقيقة هو تصاب من ايه الشناو مبارح حد يقول لي هو تصاب من ايه شوطة عادية جدا ردها ردها وحشة جدا ردها ردها وحشة جدا امن لعيب لامم واخدها وحطت جول ويجول التاني للتعادل بتاع راس الاخضة ففجئنا ان الشناو على الارض فقولنا من الكسفة من الغلطة من المدايقة ثم فجئنا انه باسك ايده مش قادر يكمل فقولنا يمكن بس ايه ها ثم فجئنا بعد المباراة انه خلع في الكتف خلع في الكتف اصابة سخيفة جدا جدا تاخد لها شهرين ثلاثة خلع في الكتف ثم فجئنا ان الشناوي النهاردة مسافر المانيا الشناوي مسافر مسافر خلاص يعني اتخذ القرار خلاص مسافر المانيا عشان يعمل عملية هناك بتاعة رد الكتف وشوية علاج لحد ما ربنا يكرمه ويرجع اسد في عارينه باذن الله فالناس كلها سكمم بكمم لا في حد قال كاين ولا حد قال عميل ولا حد قال هارب وسام المنتخب وليه ما يقعد يكمل علاجه مع المنتخب ويشد ازرق مفيش صوت فيش كلمة وسيكت الكلام عن هروب صلاح كمان ما هنده ازاي ها الكلام عن هروب صلاح وفي نفس الوقت الشناوي حصل معاه نسخة بالكربون وسافر بالفعل اولا المانيا ومش اقدر اقول عليه كلمة فيبقى اسكت وخلاص عرفتوا ان احنا بنكيل بمكيالين عرفتوا ان الهدف مش ان انا كنت بالدق من صلاح ولا حابب صلاح لكن الهدف من البعض اللي سخن الناس هو تشويه صلاح وتدمير صلاح والتقليص على صلاح معرفوش يخونوه معرفوش يأخونوه معرفوش يأخونوه فخونوه النهاردة عالية اقوا بقى فاستحملوا معايا معرفوش يأخونوه فبيحاولوا يخونوه وللاسف بعض منا بيبتلع الطعم ويمشي وراهم ويمشي على هواهم صلاح محترم ومصري واصيل ووطني وبيموت في تراب البلدي وخدم البلدي ولسه هيخدم البلدي وهو واحد من اساطير الكرة المصرية ان لم يكن الاسطورة الاكبر وهو واحد من هدافي المنتخب المصري اللي لم يكن هو اكبر هداف للمنتخب وكمان وكمان انتو شفتم بارع محمد صلاح اثناء متابعته للمباراة من الملعب كان عامل ازاي كان عامل زينا بالضبط وحنا عاديين قدام التلفزيون بنكل في بعضنا مصري محترم اصيل ده منظر وشه لما الرأس الاخضر جابل في نهاية الشوت الاول وحس ان الحلب بيروح والدنيا مش مشيه وبتاع فادي منظره المحبط ثم شفته منظره فيه بصوا الحالة ده واحد خين ده واحد عميل ده واحد مش فرق معاه ده واحد عايز يسيب المنتخب ويخلع تم كان خالع عمبارح الصبح كان خالع عمبارح الصبح كانوا مع طوله الطهرة الخاصة وخالع عمبارح صاحب أبل المطش قال لهم لا انا هستنى لحد المطش المصيري والطمن اللي منتخب مصر مكمل ثم هسافر انجلترا كمل علاجي وقادي منظره لما جبنا الجون التاني بتاع مصطفى محمد فيه دقيقة تسعين من الشوت التاني ده عميل ده مش فرق معاه ده بايع المنتخب وبايع العيب عليكم والله عيب بقول لكم سبحان الله ربنا ادى درس لكل الناس واسكتهم باصابة الشناوي ومباشرة الخبر انه باي باي ألمانيا محدش قدر يقوله لان الشناوي مش هدف مش تارجد زي صلاح سبحانك يا رب سبحانك يا رب حكمتك 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 التي تعجز الكثيرين وتخرس الكثيرين ترجمة نانسي قنقر